السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في مصرنا العامرة أهلا بكم ومرحبا وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز برنامج مدرسة على الهواء نسأل الله القدير أن يجعلنا سببا في تيسير كل عسير عليكم بإذنه تعالى استكمالا لما بدأناه في الحلقة السابقة من شرح لآخر دروس القواعد النحوية المقررة معنا في هذا الفصل الدراسي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل فيه كل جهدكم بالتوفيق والنجاح في نهايته بإذنه تعالى بدأنا مع بعض في الممنوع من الصرف وعرفنا إيه هو الممنوع من الصرف وما هي الكلمات التي تمنع من الصرف بدأنا بداية بسيطة كتمهيد لدرسنا النهاردة الممنوع من الصرف طبعا عرفنا أنه هو الممنوع من التنوين يعني الكلمة لا تنون سواء بالضم أو بالفتح أو بالكسر كمان عرفنا أن الممنوع من الصرف نوعين فيه ممنوع من الصرف لعلة واحدة يعني سبب واحد وفيه ممنوع من الصرف لسببين خدنا في الحلقة السابقة الممنوع من الصرف لعلة أو سبب واحد وعرفنا أنه هو ثلاث حاجات الكلمة المنتهية بألف تأنيس ممدودة يعني آخرها ألف وهمزة والكلمة زي كلمة صحراء والكلمة المنتهية بألف تأنيس مقصورة زي كلمة كبرى كلمة عظمة كلمة عليا كلمة دنيا كمان تالت حاجة الكلمة اللي بنسميها صيغة منتهى الجموع وهي كل جمع تكسير بعد ألفه يا إما حرفين يا إما ثلاث حروف يدينا مثال يا مستر زي كلمة مساجد هلاقي بعد الألف حرفين أو كلمة مصابيح بس ألي شرط أن في الكلمة لي صيغة منتهى الجموع اللي بعد الألف ثلاث حروف زي كلمة مصابيح لازم يكون الحرف اللي في النص ده اللي أنا علمت عليه ده اللي هو تاني حرف من الحروف الثلاث لازم يكون ساكن ليه لإنها هيفرق لي مثلا بين كلمة تلاميذ وتلاميذة طبعا تلاميذ هنا ممنوعة من الصرف ليه يا مستر دي صيغة منتهى الجموع الألف وهو بعده قام حرف واحد اثنين ثلاث في الوسط الحرف اللي في النص ساكن أما ديت ليست ممنوعة من الصرف دي مصروفة برضو ليه هو بعد الألف واحد اثنين ثلاث بس الحرف اللي في النص ده متحرك لأنه تقطع كده هنطأ بالفتح تلاميذة يبقى ديت ليست ممنوعة من الايه ممنوعة من الصرف ده إجمالا باللي احنا خدناه التمهيد الأول في الحلقة السابقة النهاردة بقى ناخد مع بعض إن شاء الله الممنوع من الصرف لسببين وهو نوعين علم وصفة العلم ده السبب الأول وأنواع العلم ده هي السبب التاني والصفة هي السبب الأول وأشكال الصفة هي السبب التاني طيب نبدأ مع بعض كده في الأعلام الممنوعة من الصرف يبقى الممنوع من الصرف لعلتين أو سببين واحد الأعلام وده السبب الأول خد بالك الأعلام الممنوع من الصرف عندي العلم المؤنس يعني كل ما يطلق على أنسة أسماء الأعلام المؤنسة بكل أشكالها بقى سواء كان مؤنس لفظي يعني بيطلق على رجل ممكن كلمات حمزة كلمة طلحة يا مستر إزاي ده حمزة ده اسم راجل وطلحة ده اسم راجل أقولك أيوة عشان كده من يسميه مؤنس لفظي يعني إيه يا مستر لفظي يعني هو في اللفظي فقط ولكن في المعنى يطلق على رجل تبقل تعليم مؤنس ليه لأنه انتهى بتاء تأنيس تمام أو مؤنس معنوي زي زينب سعاد أو مؤنس لفظي ومعنوي زي كلمة فاطمة أو كلمة عائشة معنوي يعني هو اللفظي مش مؤنس ولكنه يطلق على أنسى يعني ما فيش رجل اسمه زينب ما فيش رجل اسمه سعاد معنوي ولفظي يعني هو اللفظي مؤنس ويطلق على مؤنس زي كلمة فاطمة مؤنس تطلق على أنسى وآخرها تأي تأ مربوط طيب كمان عندي الأعلام اللي هي السلاسية المتحركة أنا وبسط لو لاحظت هلاقي أن الكلمات لنا كتبتدي كلها أعلام غير سلاسية يعني أكتر من ثلاث حروف طيب عندي كلمة زي كلمة صحر كلمة ملك كلمة قمر دي أيضا أعلام ممنوعة من الصرف لأنها أعلام مؤنسة برغم أنها كم حرف ثلاث حروف ولاحظ أن الحرف اللي في النص متحرك طيب ليه قلتنا الملحوظة دي يا مستر هقول لك علشان في علم تاني برضو بيبقى موضع سؤال في الامتحاد اللي هو العلم السلاسي ساكن الوسط علم سلاسي ساكن وسط يعني علم مكون من كم حرف أهو ثلاث حروف الحرف اللي في النص ده ساكن الحرف اللي في النص إيه ساكن يا مستر أدينينا مثال هقول لك كلمة مصر ودي من أشهر الكلمات اللي بتيجي في الامتحاد لو بسط لمصر هنا كلمة مصر هنا هلاقي مكونة من كم حرف أدي واحد اتنين ثلاث طيب الحرف اللي في النص ماله ساكن العلم المؤنس السلاسي ساكن الوسط يجوز منعه ويجوز صرفه يعني ممكن يجي لي ممنوع من الصرف وممكن يجي لي مصروف طيب ازاي في القرآن الكريم ذكر الاتنين قال تعالى اهبطوا مصرا اهبطوا ايه مصرا يبقى هنا كلمة مصر جاءت ايه جاءت منونة يعني جاءت مصروفة في آية تانية ادخلوا مصرا ان شاء الله آمنين هنا كلمة مصر جاءت ايه جاءت بغير تنوين يبقى يدخلوا مصرا دي ممنوع من الصرف اهبطوا مصرا يبقى دي اتمالها مصروفة لان احنا قلنا في الاول ان الصرف ومنع هو التنوين كلمة منونة تبقى مصروف غير منونة تبقى ممنوع من الايه من الصرف طبعا باللي احنا ماشينا عليه الانواع اللي احنا هنقولها دلوقتي خدنا اول حاجة كده العلم المؤنس من الاعلام الممنوعة من الصرف طب يا مصر تاني فكرنا قال لنا انت قلت العلم دي ممنوع من الصرف السببين هقولك ايوه السبب الاول لانه علم السبب الاول لانه ايه علم السبب الثاني لانه مؤنس اروح كاتب كويدا السببين لانه علم إيه علم مؤنس طيب ايه تاني معانا عندنا العلم الاعجمي اعجمي يعني ايه اعجمي يعني غير عربي جميع الاسماء غير العربية ممنوعة من الصرف يعني مثلا أسماء الفرعنة كلها ممنوعة من الصرف كلمة رمسيس توت عن خقامون أمن حوتب دي كلها أعلام ممنوعة من الصرف لأنها غير عربية كمان أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف معدد وخد بالك من معدد معدد يعني فيه استثناء يعني فيه ستة أسماء مصروفين إيه هما بقى محمد هود نوح لوط صالح شعيب الستة أسماء دولت محمد وهود نوح ولوط صالح وشعيب دول أسماء مصروفة أسماء إيه مصروفة أما بقية أسماء الأنبياء فهي ممنوعة من الصرف يبقى تاني العالم الأعجمي هو العالم غير العربي طبعا أعلام غير عربية يعني ليس لها أصل في اللغة العربية طيب كل أسماء الأنبياء ممنوعة من إيه من الصرف معادة ستة أسماء اللي احنا قلنا عليهم محمد وهود ولوط وصالح ونوح وشعيب عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم طيب كمان عندي الأسماء أسماء الشهور اللي هي الأفرنجية اللي عندنا سبتمبر أكتوبر نوفمبر أيضا دي أعلام أعجمية تمنع من إيه تمنع من الصرف طيب أسماء البلاد يا مستر أسماء البلاد بتيجي معانا في العالم المؤنس العالم الإيه المؤرض الممنوع من الصرف لأنها عالم إيه عالم مؤنس تمام رقم ثلاثة معايا في العالم الممنوع من الصرف هو العالم على وزن الفعل الفعل إيه اللي جاب العالم للفعل هو أعلام في أصلها أفعال يعني شكل الاسم فعل وإحنا بنستخدمها كأفعال ولكن إحنا تعودنا إن نطلق عليها إيه أسماء طيب اسم مشهور قوي أحمد أحمد ده لو جيت حولت الجملة ممكن أقول إيه أنا أحمد الله يبقى كده حولت أحمد خليته إيه فعله مضارع مع إن ممكن نستخدم أحمد إيه إسم ده طبعا مشهور جدا طيب يزيد هو شكله مضارع ولكنه عالم طيب معايا اتصال من سهاج السلام عليكم وعليكم السلام إزاك يا هالة الحمد لله إيه أخبارك وأخبار المنهج معاك ما كوي طيب عندك سؤال تفضلي هو أنا كان عندي سؤال يعني هو كان جايس مدحان جبل كده تمام مدحان جدا فضلي الوردة رأحتها جميلة أه أه وأه 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 وأعجبتني الوردة رأحتها وأعجبتني الوردة رائحتها عايز يعرف كلمة رائحتها اي طيب الوردة رائحتها جميلة اولا ديت جملة اسمية تمام الوردة مبتدأ رائحتها مبتدأ ثاني وجميلة خبر للمبتدأ الثاني والجملة كلها على بعضها في محل رفع خبر كلمة الوردة لان ده خبر جملة اسمية انواع الخبر لو فاكراه ده خبر جملة ايه اسمية يبقى هعرف كلمة رائحتها هنا مبتدأ ثاني وجميلة خبر والجملة على بعضها لها الجملة الاسمية في محل رفع خبر الوردة طيب الجملة التانية أعجبتني الوردة لأحطاء طبعا دي هتبقى بدل اجتماع تمام بدل ايه اجتماع مرفوع طبع عندك اي سؤال تانية شكرا لنتصالك يا هالة طيب نكمل مع بعض وقفنا في الاعلام الممنوعة من الصرف اللي هو العالم على وزن الفعل وعرفنا زي كلمة احمد يزيد اشرف دي كلها كلمات او اعلام ممنوعة من الايه ممنوعة من الصرف رقم اربعة معايا العالم على وزن الفعل احنا خدنا بقى على وزن الفعل على وزن فعل زي ايه زي عندي كلمة عمر كلمة زحل كلمة قزح كلمة جوحة دي كلها اعلام لو لاحظت وانا بنطقها هلاقيها على وزن ايه على وزن فعل يبا دي اعلام ممنوعة من الصرف رقم خمسة معايا العالم المنتهي بالف ونون زائدتين يعني الالف ونون دول زيدين عن الفعل زي كلمة مثلا عثمان كلمة مروان كلمة رمضان تمام دي كلها اعلام ايه فيها في اخيرها الف ونون زائدتين يعني ممكن احزف الالف ونون من الكلمة ويبقى اسم معادي ده رقم خمسة في الاعلام الممنوعة من الايه الممنوعة من الصرف طيب رقم ستة معايا العالم المركب تركيبا مسجيا تركيبا مسجيا يعني هو كان كلمتين وبقوا كلمة واحد مزجناهم مع بعض خلطناهم مع بعض وبقوا ايه كلمة واحد زي ايه يا مستر زي بور سعيد هي بور سعيد دي كلمتين بور يعني ميناء وسعيد اللي هو ايام الخبيوي سعيد طيب شرم الشيخ نفس الكلام كلمتين ولكن جمعناهم مع بعض يبقى كلمة ايه واحدة فبنقول ان التركيب ده بنسميه تركيب مسجي او تركيبا مسجيا يبقى دية دية طبعا ممنوع من الصرف معايا محمود من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام ازاك محمود ازاك حضرك المستر ايه اخبارك واخبار الممنوع من الصرف معاك تمام الحمد لله تمام عندك سؤال اه حضرك انا عايز اعرف بس مفرد عباد عبد ولا عبد مفرد ايه عباد عباد اه عابد عابد اه لان مفرد عبد او كلمة عبد جمعها عبيد ام وفي فرق من العبد والعبد بس ايه طبعا هتاخد وقت طويل يعني ام عندك سؤال تاني دا شكرا شكرا لتصالك يا محمود ايه شكرا طيب ويفنا مع بعض عند اخر عالم من الاعلام الممنوع من الصرف هو العالم المركب تركيبا ايه تركيبا مسجي تمام كده احنا كده اخدنا ستة انواع من الاعلام الممنوع من الصرف وهم اللي موجودين معنا في المنهج يبقى اقولهم تاني كده بسرعة العالم المؤنس اي عالم مؤنس العالم الاعجامي غير عربي العالم المركب على وزن الفعل العالم على وزن فعل العالم المنتهي بألف ونون زائدتين العالم المركب تركيبا ايه تركيبا مسجي احنا هنا كده انتهينا من الاعلام طب نيجي مع بعض للصفات الصفات الممنوعة من الصرف عندي اول حاجة واكتر حاجة بتيجي في الامتحام معي الصفة على وزن افعل زي اعظم اكبر اصغر افضل دي كلها الصفات على وزن افعل ممنوعة من الصرف كمان عندي رقم اتنين الصفة على وزن فعلان وفعلة يعني فعلان ومفرد ايه او الوزن التاني لها فعلة زي ايه يا مستر زي عطشان جمعها عطشة مفرد وجمع يعني جوعان جمعها ايه جوعان يبقى دي رقم اتنين في الصفات الممنوعة من الصرف يبقى افعل الوزن الاول الوزن التاني الصفة اللي على وزن فعلان وايه وفعلة رقم تلاتة الصفة على وزن فعل ودي عندي في كلمة ايه كلمة اخر فعدة من ايام اخر يبقى تعرف ان كلمة اخر دي ممنوعة من الصرف ليه لانها على وزن فعل رقم اربعة الصفات الممنوعة من الصرف الصفة على وزن فعال ومفعل ايه فعال ومفعل دي يا مستر هقولك احنا حددناها في الاعداد من واحد لحد كام لحد عشرة يعني عندي احاد على وزن فعال وموحد على وزن مفعل ثناء ومثنى ثلاث ومثلث لحد ما توصل لرقم كام لرقم عشرة يبقى انا كده عندي برضو اربع صفات ممنوعين من الايه ممنوعين من الصرف نقولهم تاني واع بعد الصفة على وزن افعل افضل اعزم اكثر زي ما انت عاوز بقى اقول الصفة على وزن فعلان فعلة فعلان ده المفرد والجمع فعلة زي عطشان عطشة جوعان جوعان غطبان غطبان طيب رقم ثلاثة الصفة على وزن فعل يبقى احنا كده اخد بالك ان في اسم او علم على وزن فعل وفي صفة على وزن ايه فعل اللي اتنين بيشتركوا في المنع من الصرف طيب ايه الصفة على وزن فعل زي كلمة ايه كلمة اخر طيب كمان عندي الصفة على وزن فعل ومفعل وده طبعا بتأتي في الاعداد فقط من واحد لحد كام لحد عشرة زي ما قلنا احد موحد ثناء ومثلث ثلاث ومثلث لحد ما نوصل لرقم كام لرقم عشرة احبابي احنا كده انتهينا من الكلمات والالفاظ التي تمنع من الصرف طيب يا مستر انا هاعرب الممنوع من الصرف ايه في الامتحان يا طرق ايه اعرابه زي ما احنا متعودين اقول اعرابه ممنوع من الصرف يعني هل فيه اعراب اسمه الممنوع من الصرف هقولك لا الممنوع من الصرف يعرب حسب موقعه في الجملة زي ما ييجي مبتدأ خبر مضاف اليه اسم مجرور زي ما ييجي الممنوع من الصرف يعرب حسب موقعه في الجملة ايه وتغلط وتكتب في الامتحان ممنوع من الصرف طبعا كل الناس تزعل منك لانك كده يعني اللفت اعراب من دماغك حبيت تخرج من السؤال باجابة غير منطقية تمام الممنوع من الصرف بنأكد تاني يعرب حسب موقعه في الجملة تمام فهمنا دي خلاص طيب ايه يا بقى علامات الاعراب الممنوع من الصرف يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتحة جديدة دي يرفع بالضم وينصب ويجر بالافتح احناعرفين انه نصب بالفتحة ماشي معاك في دي اما الجر بالفتحة دي حاجة جديدة اقولك نعم الممنوع من الصرف بيختلف عن بقية الكلمات في الجر بالافتحة وحكاية الجر بالفتحة دي بتبقى موضع سؤال معانا في الامتحان يبقى تاني الممنوع من الصرف يرفع بايه بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالفتحة بس بشرطين قال لا يأتي معرفة ما بقاش معرف بالالف واللم وقال لا يضاف يعني اللي بعده ما يجيش مضاف ايه مضاف اليه لو جاء الممنوع من الصرف ناكرة بقول تاني هون جاء الممنوع من الصرف ناكرة يعني مش معرف ولا مضاف يبقى من حق ان انا عاربه مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجرور بالايه بالفتحة يا مستر يرجع بقى لاصله في الاعراق يبقى مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجرور بالكسرة يا مستر عودتنا ان احنا ناخد امثلة هقول لك ماشي عندي كلمة مساجد هيجي لسؤال او كلمة زي دي في الامتحان يقول لي اجعلها مجرورة مرة بالكسرة واخرى بالفتحة مش عاوزك تتخضي طبعا من السؤال السؤال صغته بسيطة جدا كلمة مساجد دي معنا احنا متفقين ان الكلمة دي ممنوعة من الصرف لانها ايه صيغة منتهى الجموعة هي واضحة هي الالف بعدها حرفين والكلمة جمعة طيب ازاي يخلي الكلمة دي مجرورة مرة بالفتحة ومرة بالكسرة هقول مثلا كم من مساجد في مصر انا كده خليت الكلمة دي مجرورة بايه طارا هبص الاول كلمة مساجد دي معرفة لا نكرة اللي بعدها اجي ايه ده جي حرف جر يعني اللي بعدها مش مضاف اليه تمام يبقى الكلمة دي مجرورة بالفتحة حلو اوي يبقى عشان اخلي الكلمة مجرورة بالفتحة اشيل منها الالف واللم والتعريف يبقى اكيد انا كده فيهمت العكس بقى عشان اخليها مجرورة بالكسرة اعمل ايه نحط للكلمة الف وايه الف ولام يبقى الجملة هتبقى معايا كده هي كم من المساجد في مصر كلمة المساجد هنا جاءت معرفة بالالف واللم فبالتالي جاءت الكلمة ايه الكلمة مجرورة بالكسرة مجرورة بالايه بالكسرة كلام سليم وكده احنا قدرنا نعرف ازاي نخلي الممنوع من الصرف مجرور مرة بالفتحة ومجرور بالايه بالكسرة طيب كلمة مساجد يا مصر خلاص كده بقت مجرورة بالكسرة هل ممكن لو جات لي كلمة المساجد في الامتحان بالشكل ده في قطعة الامتحان جاءت كلمة المساجد بالشكل ده ممكن استخرجها ممنوع من الصرف هقولك ايوة لان الاعراب لا يؤثر في المنع من الصرف تاني الاعراب لا يؤثر في المنع من الصرف يعني هي الكلمة اصلا ممنوع من الصرف للسبب اللي احنا اخدناه ان كلمة المساجد كلمة صيغة منتهى الجموع هي ممنوع من الصرف سواء بقى جات مجرورة بالفتحة مجرورة بالكسرة سواء جات معرفة جاءت نكرة هي الكلمة ممنوع من الصرف يبقى انا لو استخرجتها في الاستخراج لو قال استخرج ممنوع من الصرف وطلعتها تحسب لي الاجابة طبعا اجابة صحيحة لان الكلمة ممنوعة من الصرف لاني بقول تاني الاعراب لا يؤثر في المنع من الصرف كده يعني احبابي احنا انتهينا تماما من درس الممنوع من الصرف طيب نتكلم مع بعض شوية في فصول القصة طبعا احنا كنا توقفنا في حلقات سابقة عند الفصل الرابع من فصول القصة وانا المفروض ان احنا نتحدث في الفصل الخامس اللي بعنوان خدعة ومكيد طيب نربط الفصول او الاحداث ببعضها انتهى الفصل الرابع عند تخلي طبعا مجير الدين وتقي الدين اعمام نجم الدين عنه وتركيه في مدينة نابلس ورجعهم الى دمشق مرة اخرى طبعا بتخطيط وبتدبير من ورد المنى ونور الصباح كمان عرفنا ان شجر الدر نصحت زوجها نجم الدين بان يقوم طبعا بعدم الاعتماد على الايوبيين في اي امر بعد ذلك لانه رأى بعينيه ان الايوبيين قاموا بالتخلي ايه بالتخلي عنه والدليل قريب عموا مجير الدين وتقيه ايه الدين سحبوا الجنود اللي معاهم وتركوه ايه وحيدة طيب نصحته بايه ان يعتمل على غلمانه الذين يشتريهم ويربيهم على طاعته وعلى الاخلاص له فيكونهم عضده وقوته التي تقوم طبعا بمساندته وقت الايه وقت الشدة طب اقتنع نجم الدين بكلام شجر الدر ولكنه ما زال في مأزق كيف سيتخلص من الحصار اللي هو موجود فيه ودلوقتي بين يعني شقاي الرحى بين اسماعيل في دمشق وبين العادل في مصر وممكن الاتنين يتفقوا عليه ويهجموا عليه ويحصلوا ويتخلصوا منه كيف سيكون الحل طبعا نصحته شجر الدر بان يرسل الى الامير داود صاحب الكرك طبعا احنا فاكرين داود لو كان من الامراء المقربين من الملك العادل واللي كان بيطمح دائما انه يحكم مدينة دمشق طيب كيف يستعين نجم الدين بداود وهو يعلم ان داود عدوه الايه اللدود فكيف يسانده ويساعده ولكن شجر الدر بحكمتها وببعد نظرها رأت ان داود هو الانسب لمسندة ومساعدة نجم الدين نفذ نجم الدين طبعا نصيحة زوجته وارسل برسوله الى داود ولكن داود كان قبل ان يصل اليه الرسول كان قد ترك مصر وطرك الملك العادل لانه يائس من العادل الذي يماطله في اعطائه ملك دمشق وصلت بسالة لداود طبعا بطريقة او باخرى فاذا برسول يرسل رسولين او بداود يرسل رسولين من عنده الاول عماد الدين ابن موسك والثاني سنقر الحلب دول رسول داود لمين لنجم الدين راحولوا فين في مدينة تسمى بمدينة نابلس تمام وصل هذان الرسولان الى مدينة نابلس دخلوا دخلوا على نجم الدين وحيوه بتحية ادخلت الدهشة في قلبه السلام على مودان المعظم ملك مصر والشام ومنقذ العرب ومحقق الامال ومحطم الفرنج طبعا نجم الدين لا يملك اي شيء من ذلك وحس نجم الدين ان هم عاوزين يجلسوا عنده بعض الوقت فطبعا امر لهم بخيمة كبيرة وقرى واسع طعام يمدئي اليه في المساء بدأ نجم الدين يعني يبث لزوجات شجر الدر تشككوا من هذين الرسولين ويقول لها ان رائحة الخيانة تفوح من هذين الرسولين لم يكمل كلامه واذا به يلمح اجباح تسير من بعيد ويسمع صوت يحذر من هجوم الفرنج على المكان اللي موجود فيه الامير نجم الدين ايوب فاذا بجنود نجم الدين ينطلقون سريعا لوراء الفرنج طبعا لصدهم عن الهجوم واذا بنجم الدين يظل وحيدا هو وزوجاته شجر الدر فاذا بالعماد ابن موسك يأتي اليه ومعه الظهير ويطلب ومعهم بغلتان بغير سرج او لجاب ويطلب النجم الدين ان يركب على احدهما فاذا بنجم الدين يتعجب الى اين ايها الظهير قال له الى ابن عمك الامير داود لانه مريض يثاب المرء رغم انفه يعني احنا هنخليك طبعا تزور وتحصل على السواب رغم ايه رغم انفه وطبعا للأسف انتهى وقتنا واترككم على امل ان القاكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس اللغة الخالدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته